ماذا لو أردنا أن نقوم بإضافة user؟ فإذا أردنا أن نضيف user فهذا يعني أن نريد تغيير نحن نريد القيام بتحويل بتغيير معين لا نريد القيام بالاستعلام يعني get user get all users هذا لا نريد استعلام نحن نريد أن نقوم بتغيير وقت type التغيير هنا بالtype definition اسمه mutation mutation يعني القيام بتغيير سأسميه add user وهذا add user سيكون عبارة عن function هذا الـ function سيأخذ ID نفس سيأخذ نفس هذه الأشياء وسأقوم بنسقها من هنا وأضعها هنا فسنزود الـ function هذا بالـ ID الذي يكون ID سنزوده بالـ first name سنزوده بالـ user name بالـ favorite number وبـ active وسيعيد لي Boolean فإذا تم إضافة هذا الـ user فأنا أريد أن يعيد لي true وغير ذلك أن يعيد لي false فأنا الآن قمت بـ add user فإذا الآن إذا أردت أن أقوم بالنظر فيها هنا فهذا عندما قلت أنا get user هذا بشكل طبيعي نكتب query هنا لكن الآن نحن نحتاج أن يقوم بتغيير فسأكتب mutation وadd user لاحظوا ظهرت لي أن هذه هي add user الذي يأخذ هذا ويعيد لي Boolean فإذا ممتاز فإذا الآن سنذهب ونضيف resolvers لها فإذا كيف نضيف resolvers من هنا فلكن مرة أخرى الـ resolvers لا تعود لـ query هذا ليس query هذا mutation فإذا هنا تنتهي الـ query هنا سأضيف mutation وإذن هي عبارة عن object كلمة mutation يعني تغيير فأنا التغيير الذي أريد أن أقوم به add user الذي أضفت له type definition هنا جيد والآن أريد أن أضيف resolver له بنفس الطريقة الـ resolver سيأخذ parent سيأخذ args وسيأخذ models وسيعيد لي شيء ما هنا يجب أن يعيد لي Boolean يعني إما true وإما false فإذا الآن من models يمكن أن أأخذ الـ users صحيح ومن الـ args سأخذ الـ id الـ first name الـ user name favorite number وأيضا سأخذ is active هذا من الـ args فإذا مرة أخرى الـ args هي التي تأتي هنا هذه فإذا id first name فإذا هذه تأتي هنا جيد جدا فإذا الآن هنا يمكن أن أكتب const new user وهذا الـ new user سيكون object فيها الـ id الذي نفسه الـ id هذا وطبعا كما تعلمنا أن كون الـ id هذه الكلمة نفس هذه الكلمة فيمكن أن نكتب id فقط ونفس الشيء أنه طبق على الـ first name الـ user name الـ favorite number والـ is active نفس الطريقة فإذا الآن أنا أقوم بإنشاء هذا الـ user الـ users التي لدي هنا هي عبارة عن array فيمكن أن أكتب array.push حتى أضيف object جديد الصحيح فأنا هنا سأكتب users.push وأكتب هنا الـ user بهذا الشكل وreturn true طبعا يمكن أنا فعليا أنا هنا ماذا أفعل أن أكتب أنه إذا أكتب try and catch statement يعني بحيث إذا فعلا تم إنشاء الـ user وإضافته للـ users فأنا طبعا هنا يجب أن نضيف new user فأنا أريد أن يعيد true وغير ذلك أريد أن يعيد false فإذا دعونا نجرب هذه المـ mutation التي قمنا بإنشائها هنا فبكل بساطة بإذا مرة أخرى سأكتب هنا mutation التي هي عبارة عن object سنضيف add user من هذا الـ user سيكون لدينا id مثلا 10 الـ user name سيكون مثلا عبارة عن string مثلا jad first name سيكون عبارة عن jad كابتال letter بهذا الشكل favorite number مثلا 5 وis active دعونا نقول إنه true فإذا هذا هي add user mutation فإذا عادة لي true الآن لنرى هالسعيد لي true نعم عادة لي true فإذا الآن سأقوم بـ comment لهذا كيف ذلك سأقوم بـ select هكذا وأكتب control slash بهذا الشكل فإذا الآن يمكن أن أضيف query لـ get all users وأنا أريد أن أحصل على الـ id الـ username الـ first name favorite number كوشي أريد أن أحصل على كوشي و is active فإذا الآن run فإذا نلاحظوا هذا هو الـ id 1 هل يوجد id 10؟ نعم ها هو الـ id 10 فإذا لنرى الـ id 10 id 10 username jad first name jad فإذا تم فعليا إضافة هذا الـ user فإذا أمتاز فإذا دعونا نقوم بالتجريب تجريب get user فإذا get أو دعوني أمسح هذا فإذا الآن get user والـ id له مثلا عشرة وأريد منه id username first name first name is active وأيضا favorite number فإذا نرى فإذا لاحظوا يقول لي أن الـ user لم يتم إيجاده لماذا يترق؟ إذا مرة أخرى لو زودت أنا الـ id 10 لنرى نفس الشيء فإذا ما هي المشكلة فإذا لنا فإذا حال سريع لهذا الموضوع أو حتى نقوم بالتحقق ما الذي يحدث فعليا فيمكن أن نذهب لـ resolvers كون عندما نقوم نحن بـ get عفوا عندما نقوم نحن بـ get all users فنحن نحصل علاجات فعليا لكن عندما نكتب get user 1 لا نحصل عليه فإذا المشكلة بـ get user الـ resolver فهنا يمكن أن أكتب console.log users حتى أحصل ما هي الـ users التي يحصل عليها هنا وأذهب إلى هنا فإذا الآن مجددا لو أنا ذهبت وقمت بـ get user بهذا الشكل فإذا الـ id لاحظوا ظهر لي لا يوجد الـ user الذي أضفته قبل قليل فإذا دعوني أقوم بإضافة هذا الـ user بهذا الشكل ورن فإذا هذا الـ user تم إضافته فإذا مجددا سأقوم بتعليق هذا وأقوم بـ get user فإذا لاحظوا سيذهد لي أن الـ id الموضوع هنا هو عبارة عن string فأنا أريد الـ id أن يكون integer كالباقي فبالتالي ما الشيء الذي سأقوم به أنا هنا هو أنني سأأتي إلى إنشاء user mutation هنا وأكتب أن الـ id الذي أريده أن يكون number من الـ id المستخدم هنا بهذا الشكل فإذا مرة أخرى مرة أخرى سأقوم بإضافة هذا الـ user بهذا الشكل سيقول لي تم إضافة الـ user ثم سأقوم بإضافة هنا get user بهذا الشكل لأرى هل سأحصل عليه وبفعل حصلت عليه فإذا ممتاز فإذا استطعت أن أقوم بإضافة الـ user وطلب هذا الـ user سأقوم بإضافة، اشتركوا في المستخدم المترجم للقناة